مسلسل الاعتداءات اليومية أخطرت سلطات الاحتلال المواطنين في تجمع الرماضين الجنوبي المعزول خلف الجدار العنصري في قلقيليا بهدم مسجد القرية الوحيد والذي يجري العمل على تشييده بدأنا في تشجيد المسجد وتقريبا أنجزنا عظم بنتفاجأ أنه جيش الاحتلال ومع المستوطنين بشأنه حملة أول إشاء المستوطنين حملة إعلامية على المسجد أنه هذا المسجد بشكل خطر على المستوطن اللي هي بجانب القرية وفورا استجابت لهم الإدارة المدنية بأنها قامت بإعطاءنا أمر هدم فوري خلال سبع أيام الاحتلال أمهل الأهالي مدة أسبوع للعمل على هدم المسجد ذاتيا مهددا بهدمه بعد هذه المدة وإجبار المواطنين على دفع تكاليف الهدم في خطوة تكشف مدى عنصرية الاحتلال في التعامل مع كل ما هو فلسطيني يعني هي جزء من الاستهداف للتجمعات السكانية الفلسطينية لصالح المشروع الاستيطاني وجود تجمعات عرب الرمضين الجنوبي وأبو فردي في موقعهم الحالي الذي أقيمت وأنشئت هذه التجمعات قبل الثمانة وأربعين هي تقف أمام التوسع الاستيطاني الراب الذي يسعى إلى إزاحة الخط الأخضر إلى الجهة الشركية ضمن مشروع ما يسمى الفين من الشيء الفين وثلاثين ويشكل تجمع عرب الرمضين الجنوبي المعزول خلف الجدار العنصري شوكة في حلق الاحتلال حيث إن صمود المواطنين هنا أفشل مخططات الاحتلال الاستيطانية الرامية إلى إزالة هذا التجمع وتوسيع المستوطنات المحيطة من محافظة قلقيليا أنا للجدع تلفزيون فلسطين